سانكي كأن أرتك بعد الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس السابع والخمسين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الثاني يابان جلال إشين تركشا إسطنبول كتاب بيكي نحن الآن مع درس القواعد الأخير من الوحدة الثالثة عنوانه كما نرى أداة لر أدوات أداة سانكي وأداة أرتك سانكي كأن أرتك بعد الآن أولاً نقرأ شرح أداة سانكي ثم نقرأ أمثيل عليها طبعاً الشرح لحاجة إليه أبداً لكن نقرأه حتى نقوي لغاتنا التركية لأن استخدام سانكي هو كاستخدام كأنه باللغة العربية ربما 99% نفس الاستخدام لكن نقرأ حتى نزداد علماً سانكي بنزت ما أداة در سانكي هي أداة تشبيه بو أداة نعم بولم دوران جملالر در في الجمل التي تحوي هذه الأداة ماذا تكسب الجملة أي معنى سانكي ظنيتمك يعني أنلم الله رواردر سانكي عندما تأتي إلى جملة تعطي معنى الظن والظن سانكي ظن بالتركية ظنيتمك كلمة عربية أخذت إلى اللغة التركية أيضاً نفس المعنى نعم آيرجا جملة يا أيضاً تضيفه إلى الجملة جملة يا ماذا تضيف إلى الجملة بنزت ما تشبيه وير تحذير سوزد يعني كما نقول وكأنه أفضل رجل في العالم يعني هو في الكلام أفضل رجل في العالم لكن في الحقيقة ليس كذلك سوزد يعني في الظاهر وليس في الحقيقة إنان ماما عدم التصديق أنظم لاري كطار تضيف هذه المعاني أيضاً حسب السياق نفهمها من خلال السياق ننظر الآن إلى الأمثلة عندنا دورت أورنيك أربع أمثلة برينجي أورنيك المثال الأول كأن أحدهم يطرق الباب هنا ظنيتمك أظن أن أحدهم يطرق الباب كأنني سمعت صوت طرقي الباب بريكا بيت شاليور إذا قلت هذا معنى هذا أن هناك من يطرق الباب نعم الباب يطرقه عندما نقول هكذا بريكا بيت شاليور أو هناك من يطرق الباب لكن إذا قلنا سانكي يعني كأن هناك من يطرق الباب هل تسمعون صوتاً؟ هل تسمعون كما سمعته هكذا؟ معنى الظن المثال التالي سانكي بوتون صباح بوتون كباحات بنم وكأن كل الخطأي خطأي وكأن كل الجرم جرمي سانكي كأن بوتون كباهات بنيم إذا قلنا بوتون كباهات بنيم يعني كل الحق علي كل المشكلة مني أنا سبب كل ما حدف لكن إذا قلت سانكي بوتون كباهات بنيم كأن كل المشكلة فيه يعني هنا المعنى ليست كل المشكلة فيه إذن هنا إنان مما عدم التصديق أنا لا أصدق أن كل المشكلة علي ربما أكون قد أخطأت لكن الطرف المقابل أيضا أخطأ لأعبر عن عدم تصديخي لهذا أقول سانكي بدون كواهد فنم كأن الحق كله عليه كأن المشكلة كلها صدرت مني طيب الجملة التالية سانكي بان جرشكلري بالميورم وكأنني لا أعرف الحقيقة يعني أنا أعرف الحقيقة لكنه كأنني لا أعرف الحقيقة يعني لماذا تكذب عليه ماذا تظن هل تظن أنني لا أعرف الحقيقة هنا أريد تحذير سانكي بان جرشكلري بالميورم وكأنني لا أعرف الحقيقة تأتي وتتكلم وتنسج حبال الأكاذيب حولي نعم المثال الأخير كأن هذا القميص أجمل لكن عندما نضع سانكي يعني عفوا عندما نضع سانكي نقول هل هذا القميص أجمل لكن عندما نضع سانكي يعني أنت ناشبها وكأن هذا القميص أجمل لست متأكد طيب الآن أرتك تأتي بمعنى بعد الآن كما في العربية بعد الآن أو من الآن فصاعدا نقرأ الآن شرحها أرتك في لراء زمان ذا ألتشو باكمندان صنر قتيران ظرفتر إذن أرتك هي ظرفون ظرفتر صنر قتيران تأتي بحد يعني بعد الآن لن أفعل كذا الفعل وضعنا له حد بعد الآن فقط هكذا الزمان وإلتشو باكمندان من ناحية الزمان تضع حدا ومن ناحية المقياس يعني من الآن فصاعدا بعد الآن لن أفعل كذا وهكذا المعنى هكذا باختصار بعد الآن بندان صنر أنلم كتر تضيف معنى بندان صنر بعد الآن نبدأ بقراءة الأمثلة هنا لن أدخن أبدا ليست موجودة بالأمثلة الذي شرحك كتبها من عنده المهم سأدرس كثيرا بعد الآن من الآن فصاعدا سوف أدرس كثيرا من الآن فصاعدا درس لرما لدروسي سوف أدرس كثيرا سوف أدرس كثيرا لدروسي بعد الآن أو من الآن فصاعدا سوف أدرس كثيرا يعني نستطيع أن نقول من الآن فصاعدا نستطيع أن نترجمها بعد الآن لا أفق بكم بعد الآن أو لن أفق بكم بعد الآن من الآن فصاعدا لن أفق بكم لا أفق بكم أرتك من الآن فصاعدا من الآن فصاعدا لن أفيقو بكم طيب الجملة التالية الآن التمارين وهي سهلة سنختار سنكتب سنكتب أو آرتك أشار دكي بوشتك لاري أورنك لاردكي جبي دول دورالهم لنملك الفراغات كما في الأمثلة برينجي جملة بو سون يبطن دان صون را بو سون يبطن دان صون را بعد هذا الذي فعلته في النهاية يعني بعد آخر ما فعلته بو هذا سون يبطن آخر ما فعلته دان صون را بعد بعد آخر الذي فعلته آخر شيء أو هو يعني نعم أورو شمام لن ألتقي به إذن بعد فعلته التي فعلها آخر شيء لن ألتقي بعده لن ألتقي به إذن أرتك أون لقرشمام من الآن فصاعدا أو بعد الآن لن ألتقي به بعد الآن بعد الذي فعله لن ألتقي به لن ألتقي به بعد الآن بعد أن فعل فعلته التي فعلها الجملة الثانية أقلم بشمت بلضم جماعة عقلي في رأسي يعني أعدت التفكير أعدت ترتيب الأوراق الأوراق أقلم بشمت بلضم سأكون حذيرا أكثر إذن بعد الآن سأكون حذيرا أكثر أرتك دها دقة لي ألتقي الجملة التالية هنا أجد إشارة تعجب هل نقول أرتك بعد الآن لا تبدو جيدا أم نقول وكأنك لا تبدو جيدا عفوا أجد إشارة تعجب وكأنك لا تبدو جيدا هل أنت ما يظهر بك شيء أم أنت سيخطت من النوم حديثا أم رأيتك ألم خوفك أم ماذا طيب هذه هي الجملة أن تدخن كثيرا فجعل الدخان صحتك متدهورة الجملة الرابعة لا يتحدث منذ أن جاء لا يتحدث أبدا بورالر أزلم مش لم يشتق إلى هنا يعني لم يفتقدنا هكذا المقصود هنا نقول منذ أن جاء إلى الآن لا يتحدث وكأنه لم يشتق إلينا نقول وكأنه يعني سانكي بورالر أزلم مش جاء في العيد وزر أسرته لكنه لم يتحدث مع أحد سانكي بورالر أزلم مش وكأنه لم يشتق إلى هذه الأماكن يعني وكأنه لم يشتق إلينا وكأنه لم يشتق إلى هذه المنطقة أو هكذا الجملة الخامسة هير شاية مضاهلة إديور إنه يتدخل في كل شيء هير شاية في كل شيء مضاهلة إديور يتدخل دكان أون وكأن الدكان له يتدخل في كل شيء وكأن الدكان له سانكي دكان أون الجملة السادسة لقد زاد وزنك كثيرا لقد أخذت كيلو كثير يعني لقد زاد وزنك كثيرا يجب أن تأكل أقل الآن بعد الآن بعد الآن يجب أن تخفف من طعامك يجب أن تأكل يمليسن يجب أن تقلل طعامك الجملة السابعة فجأة اختفى يعني في لحظة واحدة ير يرلد انشقت الأرض دخل داخلها يعني نقول هكذا نقول العربية غاب بلحظة فص من حداب وكأن الأرض انشقت وابتلعته سانكي ير يرلد وكأن الأرض انشقت داوا اتشينا جيردي ودخل داخلها وكأن الأرض انشقت وابتلعته اختفى في لحظة وكأن الأرض انشقت وابتلعته الآن التمارين التالية خمس سبع جمل كلمات نرتبها لتصبح جمل وينتهي الدرس يقول لنا من الكلمات المخربطة من الكلمات الغير منتظمة التي كتبت في الأسفل جملة لاريبالوم لنكون جملا من الكلمات الغير منتظمة التي في الأسفل إذا أردنا أن نكون من هذا الجملة بالعربية ماذا نقول؟ أقول وكأنني رأيت أحمد البارحة في حفل الزفاف سنكي نستطيع أن نضعها في البداية ونستطيع أن نضعها في نهاية نضعها في البداية لتكون أسهل طيب آخر شيء الفعل نقول جوردم من رأيته؟ أحمد جوردم رأيت أحمد أين رأيته؟ نعم دون دا رأيته دون دا أحمد جوردم متى رأيته؟ دون أكشم أليس كذلك؟ دون أكشم دون أكشم أحمد دون دا جوردم وأضع سنكي في البداية سنكي دون أكشم أحمد دون دا جوردم أو هكذا يعني سنكي دون أكشم دون دا أحمد دا جوردم نستطيع أن نغير الترتيب قليلا يعني يمكن أن نكتوها بشكلين وثلاث أشكال وتكون صحيحة لكن المهم نضع جوردم في النهاية أحمد دون أكشم لا نقول أكشم دون مثلا هذا خطأ لا يوتفر يعني يعد خطأ كبير لكن مثلا إذا قلنا مثلا نستطيع أن نقول سنكي دون أكشم أحمد دون دا جوردم سنكي دون أكشم دون دا أحمدي دون دا جوردم هذه شكلية الصحيحة وهكذا يعني الجملة التالية برأى artık برأى إلى هنا artık بعد الآن غريكيEROك لا حاجة إ Prinzip لا حاجة إلى قدومك إلى هنا بعد الآن آخر شيئتي في الجملة لا حاجة غريكيوك لا حاجة إلى قدومك لحجة إلي خدومك إلى هنا بعد الآن نضعها في البداية هكذا تكون الجملة الجملة الثالثة بعد الآن يعني لن أذهب إلى رؤيته بعد الآن إذا أردنا نصيغ هذا الجملة بالعربية نقول لن أذهب إلى رؤيته بعد الآن بالتركية أول شيء نضع أرتك طيب لن أذهب إلى رؤيته آخر شيء الفعل لن أذهب إلى رؤيته لن أذهب لن أذهب إلى رؤيته لن أذهب إلى رؤيته بعد الآن الجملة الرابعة أو الكلمة قسم الرابعة نعم كأنه دا هنا نقول كبر يعني كيف نقول كبر جسده لكن عقله ما زال صغيرا أو كبور عمرها لكنها زدادت جمالا فنقول كبورت وكأنها صورت بي مش دا سانك كتلمش كبورت لكنها كأنها صورت بي مش دا بي مش كبورت أو كبورة دا لكن سانك كأنه كتلمش صار أصغر الجملة الخامسة كيبي مثل آرتك بعد الآن case في السابق دا ميور لا يتصرف بنا أو لا يتعامل بنا معي نقول هنا لا يتعاملوا معي مثل السابق بعد الآن في السابق كانوا يعملوا بشكل جيد الآن يعملوا بشكل سيء فآخر الشيء الفعأ دا ميور لا يعمل لا يعملني بنا دا ميور طيب مثل السابق اسكيسي كيبي بنا دوران ميور أو بنا اسكيسي كيبي دوران ميور لا يعاملوني مثل السابق بنا اسكيسي كيبي دوران ميور نضع في البداية آرتك بعد الآن آرتك بنا اسكيسي كيبي دوران ميور لم يعود يعاملوني مثل السابق نعم الجملة السادسة فيها كلمات كافيرة نعم الجملة السادسة اشلرني أعماله بطن جميعه جميعه أعماله أعمل جميع أعماله مثلا أنا خادمه إذن أقوم بكل أعماله أؤدي جميع أعماله وكأنني خادم عنده عندنا إذن جملتين جملة الأولى أقوم بكل أعماله جملة الثانية وكأنني خادم عنده أو نستطيع أن نقول جملة الأولى وكأنني خادم له أقوم بكل أعماله نقول أولاً أقوم بكل أعماله أقوم بالفعل يأتي في النهاية جميع أعماله أقوم بكل أعماله كأنني خادم عنده هنا لا يوجد فعل إذا نضع الخبر آخر جملة ما هي تكون أنا خادمه يعني هذا الخبر الجملة هزمة جسيم أنا خادمه أنا خادمه ونضع في البدية كأنني أنا خادمه سانكي بنونه سانكي بنونه ما سطيع نكتبها في هذا الشكل سانكي بنونه هزمة جسيم بطن يشلرني yapıyorum الأفضل برأيي أن نقول الشكلين صحيحة طبعاً لكن الأفضل أن نقول بطن يشلرني yapıyorum سانكي بنونه يعني يجوز هكذا ويجوز هكذا لا إشكال ما هو الشكل الذي لا يجوز مثلا إذا قلت هذه لا تجوز أبدا لأن يجب أن تأتي قبل الموصوف مثلا هزمت جسيم لا يجوز لأن هناك تركيب معين أنا خادمه لأن يجب أن تأتي بهذا التركيب كما ذكرنا الجملة السابعة بعد الآن هذا السيء يجب أن تقف من العادات إذن كيف نقول الجملة العربية؟ يجب أن تبتعد عن هذه العادات السيئة بعد الآن أولا آخر شيء بالجملة يجب أن تبتعد فماذا نقول؟ يجب أن تبتعد هو تركيب باللغة التركية يجب أن تبتعد إذن هكذا يجب أن تبتعد عن العادات السيئة ما هي صفة العادات؟ هذه العادات السيئة هذه العادات السيئة يجب أن تبتعد عن هذه العادات السيئة بعد الآن نضعها في البداية في مربع الوصف و لا ننسى أن نجدد الشكل في المربع الوصف و لا ننسى أن نجدد الشكل يجب أن تبتعد عن هذه العادات السيئة بعد الآن طيب جدا طيب الدرس انتهى لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها في جمع المفيدة كتابة مدرسناه و قراءته بأعلى صوت الممكن و لا تبخلوا علينا بنصائحكم و اختراحاتكم و انتقاداتكم البناء على العناوين الموجودة في مربع الوصف و لا ننسى أن نجدد شكلنا للدعيمين لهذه القناة المنتسبين إليها الدعيمين لها دعما قويا أو ضعيفا أو متوسطا فبجهودنا معا يستمر العمل و يزهر و يثمر و يشرق دامة البسمة مترخصة على شفاهكم و الفرحة مليئة لقلوبكم و دمتم بكل خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته